اشتركوا في القناة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وعدد من المسؤولين السعوديين تلقى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو وتيرش تناولت الوضاع المحلية والاقليمية وتطورات ملف سد النهضة وجدد ألمين العام للأمم المتحدة دعمه لعملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد كما أشاد بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة معربا عن تطلعه في أن تسهما في تحسين الوضاع الاقتصادية بالبلاد حذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل من تأثير ما وصفه بالتوترات الأقليمية على العملية الانتقالية في السودان تزامنا مع استمرار عدم الاستقرار على الحدود بين السودان واثيوبيا وقال بوريل على تويتر أنه لا يمكن تحمل تكلفة تعريض العملية الانتقالية التاريخية في السودان للخطر بفعل التوترات الأقليمية الجارية مؤكدا أن تلك العملية تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي واصلت جلسات محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 جلساتها لهم وسط إجرات نمنية مشددة وقدمت هيئة الدفاع طلبا بوقف انعقد الجلسات بسبب جايحة كورونا بعد إصابة المتهم نافع لنافع بالجايحة وقررت المحكمة ربع الجلسات لمدة أسبوعين من تاريخ اليوم أبدت شركة روبا الأمريكية رغبتها الاستثمار في مجال المعادن بالسودان خاصة الحديد والنحاس والزنك والرصاص وقال وكيل وزارة المعادن عبدالله كودي أن الاجتماع مع الشركة الأمريكية يعتبر من مشاير تدفقات الاستثمار الأمريكي على السودان بعد رفع اسمه من قائمة الدول الرعية للإرهاب